بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بحضراتكم بداية انا عايز اعتذر لاني بقالي فترة بصراحة اا ما كنتش بطلع على القناة مع حضراتكم والله نظرا انشغالي في بعض الامور العمل والشغل وكده وبعض انشغالي في بعض المهام يعني اا لكن حبيت ان انا اطلع النهاردة مع حضراتكم ان شاء الله تبقى مستمرة بازن الله تعالى وفيه كمان اا ان شاء الله خلال الفترة القادمة هنقدم حاجة محتوى تاني جديد مفيد جدا جدا اا لحضراتكم اتمنى من الله ان انتو تتابعوه ويكون اا دايما عند حسن ظنكم اا ندخل في الموضوع على طول مش هازي طول على حضراتكم طبعا اا احنا بقلنا فترة عشان ما طلعناش هنختصر الفترة اللي فاتت اني اصبحنا دلوقتي بنمر بكثير من المشاكل والازمات الاقتصادية وتفاقم على رأسها غلاء الاسعار اا اللي بقى شيء غير طبيعي وبقى شيء اا يعني بصراحة فوق حد التصور وفوق حد اا التخيل ومحدش كانت اتخال ان ممكن ان الاسعار توصل في يوم الايام في مصر بهذه الكيفية اا كمان كان الزاء الغريب ان ان هذا الغلاء طال كل شيء طال كل شيء بمعنى طال كل شيء انا اذا اتكلمنا قبل كده عن مشاكل اللحوم مشاكل الغلاء الاسعار في اللحوم وغلاء الاسعار في السمك والفرخ والجبن والقلبان وزول زي ما انت عايز تقول قول كل حاجة غلية حتى حتى اا الحاجة اللي غالبية الشعب المصري بينفس فيها غلبه غلية وبقى اش موجودة وهي السجار وبقت بأسعار حتى علبة سجار الغلابة اللي هي الكيلوباترة اللي هي بالنسبة للشركة المنتجة نفسها انها ولتقول انها السجارة الشعبية حتى دي اللي كانت بحاجة وعشرين جنيه بقت بخمسة وخمسين وبستين جنيه بعتراف رئيس مجلس ادارة اه الشركة الشركة الشرقية مع الكهرباء انقطاع الكهرباء طبعا احنا ما تكلمنشوا في انقطاع الكهرباء لان انا قبلنا فترة زي ما قلتها حركة ولا ما طلعتش فما اتكلمنش تبا في موضوع انقطاع انقطاع كهرباء وما هزل الموضوع انقطاع الكهرباء وpei آآ لأسف بعد ما كنا تخيلنا ان احنا خلصنا من ازمة الكهربا ومشاكل الكهربا ولي 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 وزننا خلاص احنا بنصدر الكهربا عندنا اكبر محطات في العالم وا 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 نفوج ان احنا رجعنا كإننا كما يا بو زيد مغازيد رجعنا بحالة غير طبيعية بل رجعنا بنستخدم جدول للكهربا ده اندل على شيء انما يدل ان هذه الحكومة فشلت فشلا زريعا مريعا في انها تحل اي ازمة على وجه البسيطة ما تنجحش في اي حاجة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مش كتب لها انها تنجح لكن هل الحكومة بعد كل فشل الزريع ده والمريع ده هل الحكومة قدرت ان تطلع تقول والله انا غلطانة والله انا انا هنسحد من المشهد انا فشلت انا مش قادرة احقق احلاما وطموحات المصريين مش قادرة يخفف الاعباء عن المصريين هل طلعت قالت كده لا ومش هتطلع هل هتستقيل لا ومش هتستقيل مش هيحدث هي دي هي دي حكوماتنا المتعقبة علينا من ايام حركة تلاتة وعشرين يوليو هذه الحكومات قدرنا او وابتلاءنا بيها من 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 تلاتة وعشرين يوليو اتنين وخمسين الى هذا الوقت ما فيش حكومة بتقدم استقيلتها ما فيش حكومة بتعترف بخطأ اا سبعين سنة نحن في مرار طافح ويعني ومرار ما بعد ومرار والعملية من سيء الى اسوأ بفضل الحكومات المتعقبة التي لا تجيد فعل اي شيء غير انها اا تغرز في في البلاد في 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 برك منطين ازيد وازيد اخر بقى حاجة اخر مستجداد يعني طبعا احنا بنتكلم على الكلام ده ان 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 ده ما ببشرش بخير ما ببشرش بخير وما ببشرش ان احنا رايحين في سك كويسة ازامات اقتصادات كبيرة اا تصنيف الاقتماني بتاعنا في انتظار الشهر اللي جاي اا تصنيفة على صندوق النقد الدولي اا النهاردة مودز اا قالت نظرة سلبية للاقتصاد المصري انها هتدي مهلة تلت شهور لمراجعة اا النظرة ان مصر تحت النظرة السلبية لمدة تلت شهور بالنسبة للامان الاقتماني وطبعا الشهر الجاي صندوق النقد الدولي وما بين نارين ما بين التعوين ما بين الابقاء على كده وعدم وجود قروض مع مش قادرة اقول يعني معلش انا مش قادرة اقول انا مش مقتنع بحطة فكرة الحرب الاوكرانية الروسية ما كل العالم الحرب دي في العالم دايرة يعني اشمعنا احنا بس اللي عندنا المشكلة دي اشمعنا هزا يدل ان فيه شيء خطأ مش يعني فيه خطأ مش عايزين نعترف بيه مش عايزين نصلحه فلا يمكن هيتحل هزا الخطأ ولا يمكن ولا يمكن ان 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 هذه الازمات تنحل وننتقل بقى من مرحلة الازمات لمرحلة ان احنا اخرجنا من الازمة وفي تقدمات اقتصادية وارتقاء وووو الا لما نحط ايدينا على المشكلة مشكلة ان احنا المجموعة الاقتصادية دي بالحكومة دي فشلة فشل زرية ولا يمكن انها هتنجح في يوم من الايام بص الحكومة فلما قالت لك جيب المواطن ما عندهمش اللي عندهمش اللي حكتين اما جيب المواطن او القروض يبقى عليه العوض يبقى احنا كده ما عملناش اي حاجة انا باتكلم بمنتهى الصراحة لان ده شيء ما يوصلش لي لحل حل الناس اه في حالة من الصخط في حالة من الغضب حتى نواب البرلمان اتكلموا عالقصة دي اا الناس في حالة من الغلايان ومش بيستحمل حاجة يا ريت الامر انتهى هذا الحد قال لا اننا بعد ما بابتدين ان احنا نستخدم جدول الكهرباء وانقطاعات الكهرباء انا احد الناس اللي تدرروا من انقطاع الكهرباء اجهزة عندي بازط وشكرا يا مصر وما حدش بيعودك ايه حالة وحتى الحكومة مثلا مع انقطاع الكهرباء دي مش تقول لك مثلا ايه الفترة ان هانقطاع فيها الكهرباء دي يعني مفيش دافع فواتير ومفيش فوش لا مفيش الكلام احنا ما عندناش اي حاجة يعني لازم تدفع ولازم تغرم ولازم 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 بشكل مش طبيعي المرحلة بقى التانية المرحلة التانية والتي بدأت الحكومة في التنويه على اه لو هي مرحلة قطع المياه اه دخلنا بقى خرجنا او او لسه يعني في في مرحلة استخدام الجدول الكهرباء بجدول ادخلنا على مرحلة جديدة بقى والمتوقع ان هينزل بقى جدول للمياه طالما ايه في جدول الكهرباء هيبقى في جدول اكيد للمياه بالشكل اللي تكلمنا عنه اعلاقة المياه بالحرب الاوكرانية الروسية ما تعرفش اعلاقة المياه بالاقتصاد ما تعرفش هل انت تعاملنا المياه طبعا زي ما معروفها كل ده عشان مشاكل صد النهضة طب انت الحكومة صرفت ازاي في صد النهضة عملت ايه نجب وانودين وواواواواوا كلام ده ما بيأكلش عيش كلام ده معلش من الاخر كده بيأكلش عيش ولا بيوصل حاجة اه لنتيجة بل بيوصل لنتيج ازا وصل لنتيج في وصل لنتيجة اسوأ هعرض على حضراتكم دلوقتي بداية بقى ايه اللي هو بياخدك على الهادي يا زبادي زي ما بيقوله هاخدك بقى كده بالراحة عشان اه يعني ايه تستعد من المرحلة الجاية كما هي عادة الحكومة يعني خد بقى المرحلة الجاية انت اشتغلت جدول الكهرباء كيفت عليه تمام زبطت امورك خش بقى المرحلة التانية ان احنا بقى ايه الظاهر كده شكلنا هنمو نعمل لك جدول للمياه بصوا بقى حضراتكم معاها للي اللي باكتبوا ترشيد استخدام المياه في المنازل اربعة وعشرين لتر مياه تهدر يوميا عند وجود تسريف الصنبور نرفع الاستهلاك الى ترفع الاستهلاك الى سبعمية وعشرين لترا شهريا للفرض وارتفاع قيمة فواتير المياه والدخول في شرائح معاسبية اعلى السفون لما اعزكم الله السفون التالف يتسبب في اهدار الف ربعمية واربعين لتر يوميا وزيادة الاستهلاك الشهري الى تلاتة واربعين الف لتر وارتفاع فطورة الكهرباء نظرا الاستمرار ضخ المطور للمياه لملء خزان المرحاض السفون وصلنا للسفون والسنبور والمراحل الجميلة دي اللي يتبقى تنبق بقى اي خير طيب ايه بقى النصائح الحكومة لك ايه بقى او الارشادات اللي بتدهلك بقى الحكومة عشان تتعلم يا مواطن ازاي تستخدم المياه وما تبيعش المياه وفي نفس الوقت ايه تستعد بقى ايه ازا عملنا يا جابية للمياه ده تبقى انت جاهز ومستعد وايه وايه يعني في التمام ومستعد لكل حاجة بصوا حضراتكم معايا الارشادات ايه عشر نصائح لترشيد استخدام المياه في المنازل واحد استخدام القطع الموفرة الزكية لتتحكم في ضغط المياه وتقليل وتقلل فاتورتك بنسبة ستين لخمسة وسبعين في المياه وطبعا هو هنا بيجيبها لك برضو حتة ايه يعني انا خايف عليك يعني عشان انا خايف على فلوسك واخد بالك فا اا يعني ده هيزة يعني احرص اتنين احرص على تركيب عداد مياه من فصل على العداد المشترك لكامل المنشأة السكنية لتتمكن من مراقبة استهلاكك وترشيده طبعا العداد ده بفلوس مش بغلاش تلاتة قم بصيانة دورية لصنابير المياه والسخنات والمحابس وخزان المرحاض السفون اعزكم الله لتوفير فاتورة المياه والكهرباء اه يابا اغلق السنبور اثناء غسل الاسنان او الحلاقة واحرص على تقليل كميات المياه المستخدمة الاستحمام والوضوء تجنب استخدام غسالات غسالة الاطباق او الملابس اذا كانت غير ممتلئة واختر البرامج الموفرة للمياه ستة استخدام افكار ذكية لتوفير المياه بمنزلك مثل الاستفادة من مياه الصرف صرف الحوض في ملء خزان المرحاض مش فاهمها دي استخدام من مياه صرف الحوض يعني المياه لما اخزها يعني اعزكم الله بعد ما تخسل حضرتك بعد ما تخسل ايدك اه تقدر تحط حضرتك المياه دي تحت الجرد لما اخز تحت الحوض تاخد المياه دي تقوم بدل ما المياه العادية تاخد المياه دي باللي هي انت حطيت فيها الاكل وبالبتاع تحطها في السفون وتستخدمها اه بدل المياه حاجة دميلة او الله سبعة استفد من مياه صرف التكييف في بعض اعمال التنظيف المنزلية وغسيل السيارة جميل لا تستخدم خراطيم المياه في غسيل السيارة حضرتك اصلا يعني الناس بتخسلش سيارة والناس يعني كويس عندها اصلا سيارة فهيتفدر كمية كبيرة من المياه وتسبب تلف وصدق السيارة شكرا انه بالله بتخاف علينا والله استخدام الغسلات ذات التحميل الامامي باب امامي فهي توفر استهلاك المياه والكهرباء بنسبة ربعين في المية مقارنة بغسلات التحميل العلوي باب علو بس اقول لحضرتك حاجة الغسلات اللي هي ذات التحميل الامامي اغلى ده ازا عرفت الناس تجيبها اصلا واصلا ازا الناس عرفت تجيب الغسالة ذات التحميل العلوي يبقى كويس لان الاسعار بقت فلكية كن ايجابيا وساهم في توعية من حولك والاصدقاء باهمية ترشيد استخدامات المياه وابدأ بنفسكم تقابلنا الكلام اللي قالته شركة المياه والصرف. مش عارفش الشركة اللي عملتها دي. شركة القبضة المياه قدين اقولنا الموضوع. لا خلاف ان توفير المياه ده شيء كويس. بس هو ليه قال مثلا الماطن الغلبان هو اللي يمن انت تتحمله. يزير يطلع يقول لك ايه المشكلة لما تقطع الكربة ساعتين 3 ونتحمل. المشكلة لما مش عارف ايه الرحلة الاقتصابية ونتحمل. ايه المشكلة انو لتحمل? لتحمل? نتحمل نتحمل نتحمل. ماذا انو هنولد من كتر ما تحمل? يعني كلام بصراحة غريب جدا وكلام مش منطقي. هو ليه انا الغلبان لتحمل? ملاعبة في البولف والوا kennenات السباحة والساحل والصاحل وافا 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 وتستخدمش مياه. وهما دول بشر واحد بشر? ليه 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 لأوجد في المجتمع حالة من الحزية والضبية وحالة من الكر والبغض للاخر. ليه الفقير بس اللي هاجي عليه? ليه الفقير هو المطالب بالوطنية. ليه لما تيجي تقول يا حضرتك اه ما تقولش ايه هدتنا مصر وقول احنا عندي المصر. ليه ما تتكلم الكلام ده ما يتقالش لما دي هو الاغنائي. ليه الفقير هو المطالب بالوطنية فقط. ليه الفقير هو اللي متحمل. ما لقى بالجنف والنوادي واني 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 مش كل ده ما احنا انت بتقول في ظرفة عالك. يبقى لازم نتحمل كلنا هذا الظرف. ما ينفعش ان احنا بكون اه 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 ادي بس على حساب المواطن الفقير واجه على حساب المواطن اللي بيدور على اكل عيشه ونقول وتحمل. والله لو كل يتحمل وماله. ما فيش مشكلة. لكن المجتمع يبقى سواسية في التحمل. وفيش محدش ضد التحمل اطلاقا. لكن المجتمع يكون متحالة من السواسية والعدالة في التحمل. ما تقول ليش اتحمل ولا يعني اشوف غيري متناعم في السحل الشمالي لبتتقيت عنه كهرباء وحفلات شغالة ومية وانهار واحمامات سباحة وملائب جلف وملائب وانت تقول لانا اخد مية الحود احطها في السفون عزكم الله يعني يعني ما تقول ليش حاجة زي كده. ايه كل مواطن احط جردك تحت الحد لما اغزة واستنى الماء اللي تنزل تحت ومحايتها في السفون. ايه الكلام ده? افعل. هو ليه انا بس ليه انا الفقر اللي هتحمل ذلك. يا حمامات السباحة اللي ملوانة في الفولل وا 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 دي مش بتاخد مية? ما جيتش لحيات ما جيتكلمتش عليها. ما تكلمتش عليها ما تكلمتش عليها ما تكلمش او لعب الجلف. ما تكلمتش على حاجات دي. انت بتتكلم بس على حاجة ايه? مواطن اه تحمل اه اشيل الطين. حاضر اشيل الطين عشان خاطر بلدي اوي اوي على راسه. بس مش انا الواحد اللي اشيل الطين. كله يشيل مع بعضه. ايه المانا? ما تبقاش انت بتاكل ومتنعم ولابس وراكب وعايش عيشها وبها. وتقول للفقير تحمل. لا انت نفعش. عفوا لا يا جوز. يبقى ده مش عدلة ده ربنا ده رديش ربنا. ده ربنا ما يردهوش كده. ده ربنا لما اتقر الزكاية قال لك من اموال الاغنية للفقرة. مش من الفقرة والاغنية. اتقوا الله في مصر وفي شعب مصر. وارجو ان يعني 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 اللي بيحصل ده عاقبه مش تمام يا جماعة. يا جماعة خافوا على البلد شوية. يا جماعة مش كده. مش قد الشي لا ما تشلوهاش. مش كده. مش قادر تهل المشكلة الاقتصادية. بالسلامة يا حكومة وتيجي حكومة اقتصادية اهل علم. واهل خبرة واهل اختصاص. يقود المرحلة الاقتصادية في البلد. عشان نعدي الازمة اللي احنا فيها. البلد مش مستحملة. والناس مش مستحملة. يبقى حرام علينا. حرام. لازم نراعيها الغلبان شوي. فيه تدمي في الرواتب واسعار عالية ووسلع مش موجودة. وا 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 وا. يعني حاجات كتير. ما تجيشكم بقى تزود تقول لي والله يا معالي المواطن انا حطه عليك كمان ده. وتحمل كمان ده. كتير قوي. منين هيستعملك ازاي يعني هيستعمل ده كله ازاي. بقى بقى من اني وجهة. الحقه مصر قبل ما الديع. فعلا. حكومة مشكورة توكلي على الله. وتيجي حكومة تالية. فهمة درسة عندها علم عندها خبرة عندها 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 عندها. ما نبقاش احنا احنا ما فيش فين التقدم. فين من فين 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 رايح رايحين لفين. بعد ما كنا عندنا كعربة بقى انا بنشتغل بجدول. بعد ان عندنا مية مش حارفين انا هلاخد مية تلحب نحطها في السفون. يعني ده 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 ما تقوليش بقى لحرب اوكرانية ولا 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 بتندينية ولا الكلام ده. ما فيش ما فيش الكلام ده. كلام ده ما لوش الا ان فشلت كحكومة في ان انت تحل القضايا دي او المشاكل دي. يبقى مشكورا توكل على الله ولا يسهلك بقى في اللي انت عملته فينا. وتيجي حكومة تانية ما 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 يعني يعني تكون حكومة اختصاص فهمة ده حكومة اقتصادية بالمعنى الحرفي من خبراء وعلماء الاقتصاد عن مصريين اللي منتشرين عن مستوى العالم العباقرة يقودوا هذا الاقتصاد وتكون الحكومة مطلقة اليد في اتخاذ كافة الاجراءات التي تقيل تلك العفرة اللي وقعت فيها مصر العفرة الاقتصادية. ارجو من الله ان هذا الكلام يجد صادة ويؤخذ بعين الاعتبار. ان شاء الله نشوفكم في الحلقة المقبلة بازن الله تعالى. ترككم في رعاية الله وامن وسلامتي طيب الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.